اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت القسم الفرنسوية وكانت النجرة وكانت الحيدادة وكانت بزافة أولدي أعود لك اللعابة أنا للتيرانة هذه الحياة ما كانش مسكني غير عمره ما شد كونجي عمر كونجي ما خرجناه لسارانه دايما عير من الكورنيش للتيران من الكورنيش للتيران مش يقلبونهم على اللعابة مشي لديك البلنوصي والله بدي أكبر معي أولاده كان دايما خارج متى يجي تلججلي تلججلي تلجليل مشي الجامعة كرة القدم اللي كان هنا ما سبيت عصبت الشاوية ما حاشا ولينا كان نهار لي مت اليوم بيضرنا الفرق وجابوا لي البوليس أولدي كونجي البوليس جابوا أولدي الكبير بيهضر معهم بغاية ديوه بيصوقوه قالوا لي ما نستفدوا حتى حاجة نستفدوا على الفرق والله ينصر صيدنا هذا الشيطان تطلبان الواحد اللي حط على القلب هو صيدنا حقرة والو والدي والو 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 طو واحد بتفكرنه شحول من كنت جي الكبير هنا وكانت يدي الدرالي رمصي والكباري نهارت يكون السلح السن الثاني يجي حضر المطش كانت يجي الدرالي هنا ما عنده فين يمشي بعيد كانوا ما كانوش طبيصات ما كانوش تاكسيات كانوا هناك يجي وينعصر حال طيبت المرأة قالوا لا لا يجب الكتابة وشي قوام لديها لديهم حريرا وحريرا وديهم الكسكسر مطلب منه وشفونا مشكلة قالوا لدينا لماذا يحقروني لماذا نتحقر هنا في المغربي ونتحقر ويقول لك المغربي زوين وليلا يلا محمد رسول الله حنا سكني هنا من 1958 بحكم الوالد كان أول مغربي توظف كان عتي دعا متطوع وكانت يعملها متطوع في الشبيب ورياضة وكاننا مدير أعطالي محمد الخميس لم يكن لديهم عنه لم يكن لديهم محمد الخميس وقال لي كان دريس بن عمر ونبقى هنا ونبقى التي أسست المفهوم للوزارة الشبيب ورياضة ونبقى هنا ومع ذلك الوالد المحاكمة هو العب في الويداد و الواطن، العب في الراجة و أسس الراجة و يدربهم كاما و نأطر الراجة وقال لك أن يتخرج من هنا من الثماني و الحماني يتخرج من هنا و جاءوا قرار و قضائي و الحكامة و البوليس و أتخرج و أطلبتهم أن يتعاملوا معنا، أعطوني 20 يوم و نحن نخرج وما أخذنا للتعويض وما الـ 58 تساكن هنا ديور الصافية حسن مننا الذين يزعون في الثمانينات حسن مننا وما عمروا جاعدنا شيء واحد طرعا نعود لك رأى ما أعرف فهمت أن نقصي شيء واحد وقل لك وقل لك كلهم منهرت أسا تراجع الويض والمالك اللي ماتوا مساكن وما اللي كانوا يقفوا معنا رأى بحل بقار ضولمي بيتشوق ولكن مساكن ماتوا هذا وفيهم النفس بباهيش الله يرحموك هذا اللي يندابع فينا والله أعقل لك شيء واحد تقضى عليه حوائج الناس ما وما بأنبياء وما يمشون على الصراف هذه الحديث تحدث لا تريد شيء على الصراف أهوالو أخوة ما عقل لنا التواهد هذا هو المالور ونريد أن نخرجه وما سأحفره لنا وانت لك شيء يروح وانت نضرب العتلة والبالة ونغطي ذلك الحفرة وندخل الهندة الهناية ونزعه هذا مهم أنا أقول لمن يسأل فليسأل الله ومن يساعد فليساعد بالله أنا أخيرت الأدب يجب أن يريد أن يتساعد بالله وانتظر علي القضاء لأخيرت الأدب فقط أقول لك شيء مجدد أي أنه يترجم للهندة فقط لا يترجم ونجد أخرجه ونجد أخرجه أقول لك أنه يُقف إبن الله فإنه كأسه المهاني مهاني من حرامني ريبة فإنه عملي فقد أردت أردت الجدارة في المصفات البيترول فقد أردت نائة في ارلد فقد أردت أن أعلم أحد الأشياء في الكتابة فقد أجلت أن أجلت أن أحدهم خدمتها في اللغة وفي المصفات البيترول